تتجه أنظار الساحر المستديرة إلى ملعب كامبنو الذي يحتضن مباراة قوية بين فريق برشلونة الإسباني ونظيره روما الإيطالي في ربع نهاء دور أبطال أوروبا لكن لصالح أي من الفريقين تميل الكفة فيستقبل نادي برشلونة الإسباني نظيره روما في مواجهة تبدو حسب بعض المراقبين في متناول الفريق الكتالوني الذي يقدم هذا الموسم أداءا رائعا تحت قيادة المدرب الإسباني أرنيستو فالفيردي فيما يعاول ذي أبو روما على عنصر المفاجأة من أجل حجز تأشيرة المرور إلى الدور نصف النهائي في أعرق المسابقات الأوروبية وفيما يلي أربعة عوامل ترجح كفة فريق برشلونة أمام نادي العاصمة الإيطالية روما وفقا لموقع دوتشيفالي الألماني أفضلية الاستقبال ستقام مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب كامنو قلعة الفريق الكتالوني إذ يمتلك فريق برشلونة سجل رائعا فوق أرضية هذا الملعب التاريخي ويشير الموقع أن برشلونة لم ينهزم على أرض ميدانه في آخر خمسة وعشرين مباراة من دور أبطال أوروبا منذ الفين وثلاثة عشر فضلا عن تحقيقه الفوز بنتائج مريحة في دور المجموعات من مسابقة دور أبطال أوروبا وعلى حساب فرق كبيرة على غرار وصف النسخة الماضية فريق يوفينتوس الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء هجوم مرعب يمتلك الفريق الكتالوني هجوما مرعبا يقوده هدف الدوري الإسباني النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إذ هز الفائز بخمس كرات ذهبية الشباك في هذا الموسم خمسة وثلاثين مرة حسب ما نقل موقع ترانسفير ماركت كما استعاد مهاجم الفريق الويسس واريز حاسته التهديفية وسجل أربعة وعشرين هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم فيما ينتظر دفاع روما مهمة صعبة في إيقاف هجوم برشلونة الذي يوصف بالمرعب بعد بداية متواضعة وغيابه عن الملعب لفترة طويلة بسبب الإصابة استطاع النجم الفرنسي عثمان ديمبلي استرجاع بعض من تألقه المعهود الذي ظهر به مع فريقه السابق بروسيا دورتموند إذ بدأ جنح برشلونة في التأقلم بشكل أكبر مع منظومة لعب الفريق الكتالوني التي تعتمد على اللعب الجماعي وتناقل الكرة بشكل سريع بين مختلف الخطوط علاوة على ذلك فإن ديمبلي سهم بدوره في تأهل برشلونة إلى دور الربع على حساب فريق تشيلس اللندنية إذ سجل الهدف الثاني وقدم أداء جيدا طيلة أطوار المباراة خبرة برشلونة تعود الفريق الكتالوني على الوصول إلى الأدوار المتقدمة في مسابقة دور أبطال أوروبا إذ وصل برشلونة إلى دور ربع النهائي في أحد عشر مرة متتالية فيما يصل فريق روما إلى هذا الدور المتقدم للمرة الأولى منذ عشر سنوات وسيستفيد برشلونة من الخبرة التي راكمها في هذه البطولة الأوروبية من أجل التعامل الجيد مع أطوار المباراة وتسييرها بطريقة تساعده على حجز تأشيرة المرور إلى الدور نصف النهائي انتهت النشرة دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر